اشتركوا في القناة ووسط الصحراء غيوم ستكون عابرة دون فعالية اجواء صحوة مشمسة على المناطق الغربية منطقة الصورة والمناطق الجنوبية الغربية ومرتفعة الهوكار والتصلي في الفترة المسائية نتوقع تقريبا نفس الحالة تبقى الاجواء الصافية مشمسة على الغرب الجزائري وايضا منطقة الصورة والمناطق الجنوبية الغربية في حين باقي المناطق الشرقية وشمال الصحراء والوحات المناطق الجنوبية الشرقية ووسط الصحراء الى غاية تقصى الجنوب الجزائري سنسجل غيوم كثيفة عابرة قد تكون هناك بعض الخلايا الرعادية المنعزلة خاصة على شمال الصحراء والوحات والاوراث نذكر متابعينا بدرجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم الأربعاء سنسجل ارتفاع كبير مرة أخرى في درجات الحرارة ستقارب على مناطق شمال الصحراء والوحات 45 درجة وايضا مناطق الشرقية الداخلية ما بين 36 الى 40 درجة والمناطق الوسطى والهذاب العليا في حين المناطق الغربية سنسجل ما بين 24 الى 27 درجة منطقة السارة والمناطق الجنوبية الغربية وايضا مناطق الصحراوية الى غاية تقصى الجنوب الجزائري سنسجل ما بين 35 الى 43 درجة خاصة على ولاية أدرار برج برج المختار وعين صالح كأقطع حد سنسجل درجات حرارة مرتفعة جدا يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جوان على شمال الصحراء والوحات ولاية بسكرا ولاية جلال تقلت والمغير وايضا ورقلا كما قلنا ما يقارب الـ 45 درجة رياح قوية جنوبية ستهب على شمال الصحراء والوحات قد تؤدي الى زوابع رملية قوية وعواصف رملية سنوفيكم بتفاصيلها لاحقا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته